بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب القراءة في الصلاة عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وصورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وصورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية عن جبير بن متعمن رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالتوري صلى الله عليه وسلم أمين والصلاة والسلام على الشرح المرسلين نبينا محمد وعليه وصحبه ومن اخدام داوستاننا بسنته لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة 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 ولما لابد أن يقضي راكعتن لابد أن يقضي راكعتن فأي دوني انتمن من هذه الأئمة 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 الأربع إذا ماذا ومن ذلك فاتحة الكرمت الشافعي ويجب فاتحة نتكرن نسلو بيلك لو ولن دين عند مو بيلك نتكرن فنو وابا ذلك الأئمة ماذا ومن؟ الشافعي رحمه أبو حنيفة رحمه الله دعال شافعي يوجد أنت تفضل بدين الدين يقول لي olduğين يقرأ الفاتحة لا يدى فالصلاة يخداد نقص غير تمام أبو حنيفة فاتحة مطلقا لا على المفرد ولا على الإمام ولا على من خلف الإمام ولم أعد لا Earl أوليك فقط تتكلمه أو إنتاجه فقط تتكلمه إضافة تحديث المسيحة يتكلمه من القرآن وعندما يتكلمه 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 أنه يتكلمه أو يتكلمه أبو حنيفة نقول لكي وانتن ما تأسر بكينا لفاتة نادية إخلاص بيجي ولا سوتياتات سورة الإخلاص ولا سوتياتات إذاً ذهب إلى ذلك أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى أما نبي المامو قوما أي عجوة حنيما فنكران أي دليل دولة فأوتوكو من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له متلقا ولا في الجهرية ولا في السرية هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني فاتيه من كواجبه أبو حنيفة نبي المامو قوما سواءني قال كران كومي ولا ابو حنيفة قال قراءة الإمام قراءة لك وذهب الإمامان مالك وأحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب القراءة الفاتيهة لأن الفاتيهة أبو حنيفة وعلى الإمام وفي الصلاة السرية وعلى من خلف الإمام يعني أحمد أو أبو حنيفة 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 سرية أبو حنيفة أبو حنيفة أبو حنيفة أبو حنيفة أنه يتنسى أنه يتزيل فاتيهة في صلاة السرية خلف الإمام هذه آية أخرى لم يأتي حديثة منا قال المام ينتظر لفاتيهة بلم يأفو حتى من الصحابة من ذكر ذلك وذا دالكلام يبري لم يسح حديث مرفوع عندما يستطيع النبي ، Elerative أن يساعدك كيف فعل إذا لم يساعدك المب Starting لقد صرت. 33 من أبوحري بscreams لقد كان على طهق شخص tiếك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر